موسيقى بالإضافة إلى اعتماد الدستور الذي كرس قدوم الجمهورية الرابعة عن طريق التصويت البرلماني فقد تم اعتماد عشرة مشاريع قوانين مشاريع تتعلق بالمصادقة على أوامر خاصة بتحسين ظروف حياة السكان عبر الحصول على مياه الشرب النقية والطاقة الشمسية والخدمات الاجتماعية العساسية وتقوية دولة القانون والحكم السياسي والاقتصادي والكفاة ضد الإرهاب والرشوة لعظة الجمعية الوطنية بكل فخر وعمل كبير سلسلة الأوامر التي اتخذتها الحكومة في إطار تنفيذ الإصلاحات المؤسسية التي تتفق وتوقعات الشعب الشادي أيضا قانون إقامة المساواة بين الرجال والنساء سيما في مجال التعيينات وغير ذلك بهدف رفع مستوى مشاركة النساء في تسير الشؤون العامة إن اعتمادها الجمعية الوطنية مشروع قانون يتعلق بإنشاء دار وطنية للمرأة في شاد يندرش ضمن هذا المسار وبالتالي يشكل أداة ابتهاج للاستقلالية الاجتماعية والسياسية والثقافية للمرأة الشادية إن الجمعية الوطنية وفي انتظار المصادقة على هذه الأوامر هي في اتفاق تام مع الحكومة لأن ذلك يمثلنا بهق وطي بلدنا شاد على فلك الحداثة مع مختلف الإصلاحات المنبثقة عن المنتدى الوطني الشامل نلاحظ في نفس هذا السياق وبرض تام مبادرة طي صفة الماضي من أجل السماح لمواطنين ولمرتكبي المخالفات المنتظرة عبر ترتيبات المادة الأولى الجزء الحادي عشر من كتاب قانون العقوبات المتعلق ببلوغ تكامل الدولة للاستفادة من العفو وبالتالي يمثل فروصة مونحت لهؤلاء المواطنين ليكونوا في خدمة بلدهم وبهذا يساهمون في نهضتها نرحب أيضا بهذا القرار الذي يحمل علامة سياسة العفو والمصالحة التي يقوم بها فخامة رئيس الجمهورية هيدرس دابي إتنو منذ خطابه التاريخي في الرابع من ديسمبر عام 1990 وعلاوة على اعتماد مشاريع القوانين المختلفة فقد نظمت أيضا أيام إخبارية وكذا مشروع تشات التي نريدها وفي مشروع خصخصة شركة قطن تشات نظمت أيضا بشكل متخطابات